ورجعنا بعد الفاصل ومعنا في الفقرتنا الثانية هنتكلم عن أو نقول الفقرة بعنوان القدوة الحسنة وهي طريق للتربية السليمة القدوة معنى كبير ومهم ودورها في التنشيئة والتربية السليمة هنعرف ده كله مع فضيلة الشيخ تحسين عبده أحد علماء الأظهر الشريف وتاريخ كبير في المجال التربوي والدعوي أهلا يا فنم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وأستاذ في الأوقاف برضو طبعا خبرة كبيرة وتاريخ يمكن هنبقى نتكلم عنه في حلقات بقى شكورك أشرفت بحضرتك أشرف بحضرتك القدوة كلمني حضرتك أولا نبدأ الأساليب والبيئة الصالحة لتنشيئة سليمة تمام إن شاء الله قبل ما أبدأ بإذن الله تعالى كنت عاوز أعلق على الموضوع ثم أعلق أولا على الأمراض المنتشرة حاليا ومرض قرورة المعروض أحسنت حضرتك بالضبط حتى نبدأ بدعاء لأن طبعا في حديث ورد عليه وسلم ما ظهرت الفحاشة بقوم أن أعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم من قبلهم وذلك هو بدأ في الصين فطبعا دي بما أن الموضوع خاص بالتربية وخاص بتوعية الأبناء أنا إن شاء الله أنهم يتربوا تربية صحيحة وسليمة بندعو إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى يقينا من هذه الأمراض وأن يربي أولادنا على الدين الصحيح والأخلاق الصحيحة حتى يتلاشر هذه الأمراض بل أضافة مع الأخذ بالأسباب اللي هو طبعا بالأسباب الطبية والأسباب العلمية تمام حضرتك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بإيه لما يكون فيه ابتلاء بيعني في حالة ما حصلت وبتضر بالناس كلها أو بتسبب يعني هذا النوع من اللي إحنا شايفينه تمام بشكل عام فكان إيه اللي بيدعيه عشان ربنا يرفع البلاء ده عن الأمة بصحة ديك هو الأدية كتير جدا ولكن إحنا بنقول الإخلاص في الدعاء هو سيد الإجابة الواحد يكون مخلص في دعاءه أي دعاء يقوله بس يكون مخلص وفي سجود إن شاء الله طب ربنا سبحانه وتعالى سيرفع عنا البلاء طب نقول إيه دعاء إن ربنا يرفع عنا البلاء مثلا أمثلة الأدية آه يعني مثلا اللهم قينا الأمراض ما ظهر منها وما بطن اللهم قينا الفحشاء اللهم ربي أولادنا وربينا على الدين الصحيح وقنا من الأمراض ما انتشرة منها وما ظهر منها في حاجة بس عاوز أقول قبل ما أكمل اللي هي التعليق على الموضوع نفسه اللي هو التربية الصحيحة طريق لإيه آه تفضل بقى التربية القدوة الصحيحة أو القدوة الحسنة طريق التربية السليمة يعني معنى ذلك إن إذا رب الأب ابنه على خلق سيء سيكون تربية سيئة أو تربية مريضة إذا رب الأب ابنه على القصوة والتسلط فسيكون تربية خاطئة وسيكون تربية أيضا مريضة فعكس السليمة المريضة عشان كده ننصح كل أب وأم إن شاء الله يستمعوا لهذه الحلقة الممتازة حتى يستفيدوا منها كاته وربي كل الأب جميل جدا نتكلم عن الأخلاق والتربية الدينية السليمة إن إحنا ما نطلعش الأولاد بيعبدوا ربنا عشان خايفين يتضربوا أو خايفين من ربنا جدا إن هيحصل لك طب إزاي إن ربهم بيحبوا ربنا عشان كده بيلتزموا بالفروض وبالتعاط وببر الوالدين وكلام بك أقول حديك حاجة كان والدي الله يرحمه كان بيربيني على هذا المعدن كان يشجعني ويديني فلوس حتى أذهب إلى الصلاة ويديني فلوس حتى ومكافأة حتى أقرأ القرآن ولم يتصلت علي فالذلك لم أكره القرآن وحفظت القرآن الحمد لله لدرجة جعلني معاه في نفس المدرسة أكيد عمل كده وانت فترت مرحلة الطفولة بس أكيد أنت لما كبرت يعني برضو الأب مش هيعلم الولد أنه هيتجيله الفلوس عشان كده بيصل لي بس أنت أكيد لما كبرت تفهمت لما كبرت طبعا عرفت أنه طبعا لابد أن كل إنسان شرف لي أنه يحفظ القرآن حتى يسعى في الدنيا وإلى آخر والتفخور بنفسه آه كما قال رسول الله من أراد الدنيا في عليك الكرآن حياتنا الكل من حفظ القرآن الكريم وربنا يا ربي يتقبل مننا جميعا ممكن بقى أسأل حضرتك العنف ضد الأطفال دي طبعا نقطة ياريت كلنا نسمحها تمام العنف ضد الأطفال يعني عشان دي نقطة مهمة جدا ياريت نتكلم فيها يعني نختن تمام هو أكبر مرض منتشر الآن لأن كل أب يرى أن القصوة والتسلط على الإبن هو الوسيلة الوحيدة للتربية ولكن هذا خطأ لأنه يبينشأ في الطفل بيجعله غير سليم ويجعل الطفل طبعا شخصيته ضعيفة بل ويترب يؤثر أصدح رجال مدى البعيد ويؤثر فيه أنه هو طبعا بيرى أن القصوة دي هي المفهودة يمارسها في حياته فبنرى كثير من أجل طب لغة الحوار حضرتك قول للأباء والأمهات أن يكون في لغة حوار مع الطفل أو حتى الأولاد في المراقة بسرعة حضرتك كلمني في النقطة دي بسرعة لأنني عايزة أنهي المحدثة تمام دلوقتي فيه حاجة مهمة جدا وهي يعني رسالة كده للأب والأم دلوقتي بالضبط اللي أنت بتنشئه لأبنائك هو اللي هيكون لك في المستقبل بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كنت مشيت عواج سير اللي ابن همشي عواج حتى قيل في بعض الأبيات مشى السرطانه بيعوجاج فقلده آه فقلده ببنيه فقلده ببنيه وينشأ وناشئ الفتياني مننا على ما كان عوده أبوه يعني ناشئ بينشئ عوده أبوه وإحنا يريد نختم بالجزء ده وأنا اتشرفت بحضرتك هنعمل فقرات كتير متنوعة اتوصل رسالة للناس ويتعرفهم إزاي يتعاملوا مع أولادهم يعني العلاقات مهمة جدا أن احنا نكون عارفين نتعامل ونتعايش مع بعض بشكل جميل اتشرفت بحضرتك دي حضرتك تقول لنا دعاء بسرعة حاضر حاضر ثانيا بس ينشأ الصغير على ما كان أبوه ينشأ الصغير على ما كان أبوه إن المزوع عليها ينبت الشجر فالجزء الشجر أنت بيزرعه ببنك هو اللي هاتيه بعد كده ونختم بالجزء ده واتشرفت بحضرتك فضيلة الشيخ تحسين أحد علماء الأظهر الشريف والأوقات شرف لي أنا فهم وأعزائي المشاهدين تنظروني الحلقة القادمة وفقرات جديدة ومتنوعة وابعتولي كل أسئلتكم واقتراحاتكم للبرنامج